قال يسوع اسمع الكلام قال يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا في هذا السلطان بشارة متى أسحاح 28 من آية 18 وعلى فكرة في شيء مهم جدا أنه هذا كل الأحداث أمام العيون الفاحصة والمنتقدة والرافضة أيضا ليسوع المسيح فمثلا عندما طهر المسيح الهيكل قال هذه العبارة بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وهذا اقتباس عن يهوى عن الإله القدير فيقول المسيح عن الهيكل هذا هو بيتي طبعا بهاجم اليهود وأنتم جعلتموه مغارة لصوص في متى إسحاح 21 والآية 13 وفي نفس الهيكل لكي يثبت قدرة السرمدية مكتوب تقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم في نفس الإسحاح في آية 14 إلى درجة تاني يوم كان السؤال من رجال الدين يعني الفرسيين والشيوخ في منطقة الهيكل سألوه بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان في متى 21 طبعا بالنسبة لهم المعلمين لازم يكون عندهم الكريدنشلز لازم يكون عندهم الكفاءات لازم يكون عندهم معلم متخصص لازم يكون عنده دعوة خاصة فكون المسيح من الجليل فهذا كان يعتبر تهديدا للمعلمين في أور شليم هذا السؤال كان من المرائين من المنافقين بيسألوا يسوع عن المصدر مصدر سلطانه يعني بكلمات أخرى بيسألوه ما هي مؤهلاتك ما هي مكانتك في المجتمع ومن الذي فوضك على هذا أو لهذا السلطان لهذا السبب أحبائي خلينا أذكر تلات نقاط وبعدين نأخذ فاصل وبشرح عن هذه النقاط سلطان المسيح أحبائي المسيح له واحد سلطان ذاتي نمرة اثنين السلطان هو سلطان من الآب قد دفع كل شيء في يديه الآب دفع كل شيء في يدي المسيح نمرة ثلاثة أخذ هذا السلطان بجدارة لأنه بكل بساطة أكمل عمل الفداء فهو الملك وعندما انتصر رجع إلى مكان الملكية ولكن هذه المرة بجدارة لأنه انتصر ولأنه أكمل وبالتحديد أكمل عمل الفداء ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة